نعلم تماماً أن حجم التحديات على الاقتصادات الناشئة كبير في الأولى الأخيرة ولعل أبرز هذه التحديات هي الارتفاع الغير مصدوق في مستوى التضخم قبل العالم وبالتحديد في الأسواق الناشئة والتي تأثرت بشكل كبير جداً بارتفاع تكاليف الاقتراض بارتفاع كذلك الأمر الإجراءات الاحتراضية التي تم اتباعها من صناعة السياسات النقضية لمجابهة هذا التضخم الذي ارتفعها بشكل جامح نوعاً ما إضافة لذلك نحن عمنا التورطيرات الجيوسياسية التي تسيطر على جزء كبير من الاقتصادات العالمية وتلقي بظلالها حقيقة على أداء الاقتصاد الناشئة على وجه التحديد وتنكون عم نحكي عن التوترات الجيوسياسية أظن أن هذا أمر الذي نبدأه بعين الاعتبار كأنه هو الحقيقة الجديدة عم نلاحظ ابتعاد ويمكن هالمشاكل اللي عم نلاحظها يمكن متضوي على صورة رئيسية أن الاقتصاد يبتعد عن القطب الأوحد أو مثلاً كنا عم نشوف يمكن سيطرة الولايات المتحدة نوعاً ما على الأسواق العالمية أو حتى العملات والتجارة حول العالم ونرى توجه إلى يمكن بنسميهم مخيمات اقتصادية فلعبد من استفادة بعض الدول على حساب الدول الأخرى في هذا التغير في العلاقات العالمية أظن المستفيد الرئيسي اللي كنا عم نشاهده يمكن بما قال السيد رائد أو ظهر معنا الاقتصاد الهندي استفاد بشكل كتير كبير بسبب المشاكل كمان ما بين التوترات الجيوسياسية أنتنا عم نحكي في روسيا وفي أوكرانيا أنتنا عم نحكي في الشرق الأوسط أنتنا عم نحكي عن تايفان كمان ويمكن أظن الرابح بالتوترات ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة من بعد ظهور كمان مشكلة تايوان نتوجه إلى الغرب ومن لقيه كمان الأسواق المرسيكية استفادت من هذا الأمر أظن حتى في الأسواق العربية النصية كمان استفادت بشكل كتير ببيت الأمر الآخر اللي لازم نخذه بعان الاعتبار خصوصي على الأسواق الناشئة لازم نشوف أي أسواق نوعا ما ما اعتمد بشكل رئيسي على العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وأي مننا بتعتمد بشكل رئيسي على الاستهلاك الداخلي والأسواق اللي تعتمد على الاستهلاك الداخلي قد تكون أقوى قد تكون هناك فرص أقوى لأخير لهذا العام